اعلنت القائمة المشتركة رفضها لما سمي باتفاق أبرهام الذي تم توقيعه بين دولتي الإمارات وإسرائيل ويطرح في الهيئة العامة للكنيسة المصادقة عليه مؤكدة أنها ستصوت ضد الاتفاقية وأكدت القائمة المشتركة على موقفها السياسي المعارض لخطة صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضها الكامل لهذه الرؤية الكارثية ورفضها لمواقفه العنصرية وانحيازه المطلق لسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وتعزيز الاحتلال كما وأكدت المشتركة أن مبدأ السلام الحقيقي الذي يمر عبر بوابة السلام الشامل المستند أساسا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما جاء في مبادرة السلام العربية التي تحدثت عن علاقات كاملة مع الدول العربية مقابل انسحاب شامل وكامل من الأراضي المحتلة هذا وأثنت المشتركة على الشعوب العربية ووقوفها الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية فيما أكدت على أهمية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات ديمقراطية من أجل مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها القضية الفلسطينية